اشتركوا في القناة من الاوهام التي يروجها حول كون الجزائر قوى ضاربة وقوى عالمية الصفع المدوية التي وجهها اول حليفة للنظام العسكري الجزائرية وهي جنوب افريقيا تكشف حجم الاوهام التي كان الجزائريون يعيشون في كنفها بترديد شعارات فضادة بينما لا تقوى الدولة على توفير مادتي العدسة والفاصولية لمواطنها الاقتصاد الجزائري الذي يعتمد بنسبة كلية على ريع واردات الغاز والنفط لا زال غير مرشح بتاتل للانضمام لأي تكثرة فلا وجود لنظام بنكي قوي ولا لصناعة محلية قوية ولا حتى لصناعة سياحية وفلاحية هذا وفي ذات السياق اعلن قادة دول مجموعة بريكس المجتمعون في جوهانسبورغ الجنوب افريقيا عن دعمهم لجهود الامم المتحدة رامية الى ايجاد حل سياسية متوافق بشأنه نزاع الصحراء المفتعلة واكدت دول البريكس في بيانهم الختامية الذي توج اشغال القمة الخامسة عشر للمجموعة على ضرورة التوصل الى حل سياسية دائم ومقبولة من جميع الاطراف المعنية لهذا النزاع الاقليمية وفقا لقرارات مجلس الامن ذات صلة وعلى دعمهم لمهمة بعثة المنورسو نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء